السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وشباب معكم احمد العربي من ميكروتيك افريقيا وجروبنا على الفيسبوك ميكروتيك افريقيا بنرجو منها الاعضاء عامل انضمام الى جروب عامل مشاركة للمدونة لكي يشاهدها الاعضاء الجدد شرحنا ان شاء الله النهاردة شرح جميل جدا جدا لسكريبت اندونوسي مدونة في اندونوسيا وطبعا عليها بعض من الاسكريبتات الكويسة والجميلة جدا جدا بشكر الاخر محمد الزبيدي من الدولة الشقيقة اليمن محمد بعات لي دونة او الاسكريبت الصبح على الفيسب ولا اه عام احمد شوف الاسكريبت ده تبتكلم عن ايه او شوف شغله ايه او انا جربت الاسكريبت كويس جدا جدا عندي طبعا الاسكريبت كان في حاجات مفهومة وفي حاجات مش مفهومة وبدأت ابحث عنها على الانترنت او على المواقع المشهورة في بعض الامتدادات وعرفت ان الراجل دوت اه دماغه كويسة جدا جدا في صناعة الاسكريبت هنشوف مع بعض يا شباب الاسكريبت الاسكريبت شغال ولا لا اه وهنشوف مع بعض الاسكريبت بينزل فين وزي ما انتو شايفين الاسكريبت هو وبينزل في الاي بي فايروول ريال سيفن بروتوكول وبينزل في الاي بي فايروول مانجل وبينزل في الكيو طايب وبينزل في الكيو تري هنبدأ مع بعض ناخد الاسكريبت كله كوبي او نسخ وهنبدأ نيجي في نيو تريمينال وهنبدأ ننزل الاسكريبت الجميل بتاعنا وهنشوف الاسكريبت دوت مسؤول عن ايه هنيجي في نيو تريمينال ونفتح الكيو وهنبدأ نضغط بست ونشوف الاسكريبت بتاعنا زي ما انتو شايفين بدأ الاسكريبت ينزل كامل بدأت العددات او الماكس يعد تمام وينبدأ ينزل معايا في المانجل في زي ما انتو شايفين وطبعا الشبكة اما تشتغل وتبدأ تسحب من جميع المواقع او من جميع الامتدادات اللي هو عملها هتبدأ العددات ديت كلها تعد طيب هنشوف قلنا الاسكريبت نازل فين بالزبط قلنا في الاي بي فاير وول في ريال سيفن جروبتوكول وهنبدأ نعرف الراجل بتكلم عن ايه او عمل ايه واول حاجة عاملها الراجل المحترم دوت عامل يا شباب فتح الجميع امتدادات او جميع يعني الصياغ وجميع برامج التشهيل الصوتيات وطبعا قلنا فاتح ليه الاي اكس الاي اكس اي وفاتح ليه حاجات مسؤولة عن برامج فك الضغط وفاتح عن حاجات مسؤولة عن الصوتيات الام بي سري وفاتح السري جي بي وفاتح الام في بي وفاتح حاجات فيه وفاتح الام بي جي فاتح امتدادات جميلة جدا جدا وطبعا انا بشكر الشخصية ديه لان فكرت في امتدادات ما كنتش اسمع عنها اصلا امتداد اللي هو 005 وعندك امتداد اسمه SEA عندك امتدادات ما كنتش اسمع عنها او اعرفها او البرتشن اللي هو الفايل دوت عامله ليه فبدأت اخش على المواقع المشهورة بتعريف الامتدادات او تعريف الانظمة وبدأت اسأل او بدأت اشوف او اشوف الامتداد ديه بتاع ايه اللي اتقو حاجات مهمة جدا جدا في فتح الملفات في تسريع التحملات الملفات اللي هي الصوتية في تحملات او فتح التكستات او تحملها من على الانترنت تكست امتدادات شاملة وكملة الراجل دو ترفعها وطبعا لو انت عاوز تضيف امتداد نوعيا بتبدأ تضيفه عادي مفيش اي مشكلة او امتداد مش موجود هنا بس يعني معظم الحاجات او معظم الامتدادات مرفوعة هنا طيب تاني حاجة في الاسكريبت دوت عمل حاجة اسمها اسبيت تست ودوت على اعتقادي او على حد علمي ان هو عامل اسبيت تست على المواقع المهمة عندهم هناك يعني مثلا لو خدت الموقع دوت الاسبيت تست ده كوبي كده وجيت مثلا عملت مثلا يعني شوف الامتدادات اللي هو رفعها فاما قرأت عنها لقيتها حاجات كويسة ومهمة جدا جدا مش مش الراجل دوت مش هتشوف امتداد زيرو زيرو خمسة ولها برامج معينة بتفتحها والراجل دوت مش عامل حاجات من فراغ كلام جميل فبدأ تم خش على العنوان اللي هو عامله في الاسبيت تست او في الحاجات اللي هي محطوطة في الاسكريبتات فهو رافع مواقع اسبيت تست عنده مهمة في البلد من خلالها بقدر يفتح برامج الاسبيت تست بقدر ان هو يعمل تست على السرعات اللي عنده او ممكن العميل يبدأ يخش عليها يعمل تست على السرعة بيتكون سهلة في آآ فتح الموقع ماشي انا بس عنده مشكلة في الانترنت زي ما انتم شايفين الشباب شوفهم عنده المواقع الاسبيت تست بتاعته زي ما انتم شايفين الموقع جاي باللغة الاندونيسية تمام شوف وعنده جميع برامج الاسبيت تست لكياس السرعة وزي ما انتم شايف الاندونيس او الديناميك كلام جميل وطبعا احنا الاجي عندك الاجي هوة نصر بيبدأ ان هو رافع بعد الحاجات في التسريع او ان هو يفتح الحاجات ديت بسرعة او مواقع الشبكة بتاعته طيب ممكن احنا نضيف هنا اي مواقع لو احنا عاوزين نفتحها بسرعة مثلا زي زي الفيسبوك او مواقع مباشرة يعني موقع مباشر نبدأ ان احنا شوف يعني هو حاطت حاجات للبنجات بنج تست فاتح عامل حاجات مهمة هو بيستخدموها هناك ممكن زي ما قلت عاوز يعمل مثلا عند عميل معين يبين له السرعة فعاوز حاجات تساعده في رفع الكفاءة طيب عندك مثلا ممكن انت تضيف هنا اي مواقع فيسبوك او او اي موقع اي موقع يوتيوب اي موقع مثلا اليوب السابع الجرايط تبدأ ترصها المجموعة البرامج هنا او المواقع هنا عامل حاجة جميلة جدا جدا تانية الرجل الجميل ده ماشي اللي هو عام مش عارف انا عامل تحديد لسرعة الفيديو من على اليوتيوب او مشاهدة الفيديو من خلال الفيسبوك عامل واحنا شرحنا دوت في رول خاص به وطبعا الاسكريبت الجميل جدا جدا مشغال بكفاءة زي ما انتو شايفين بدأت كل العدادات تشتغل والراجل دوت عامل ابلود لبعد التشفيرات بعد المواقع اه لو دخلنا شفناها طبعا احنا قلنا اه اول حاجة هي عامل بعد الانتدادات اللي هي التحميلات والصوتيات وعمل اللي هو بعد المواقع او المواقع المسؤولة عن البنج عنده او الكياس السرعة الانترنت وعامل سبيد ليه الفيديوهات تحديد ولو دخلت على المانجل هتلاقي عامل حاجات كويسة جدا الاسكريبت على فكرة يا جماعة شغال كله يعني بيعدوا كلهم في شيء عامل حاجات لبعد البرامج اللي هي البي تو بي تحديد سرعاتها زي برامج البي تو بي مسؤولة عن الترنت وبرامج الشبه او برامج بسياغ البي تو بي عامل قلنا اللي هو كل طبعا الرول من دوت مرتبط ب الريال سيفن علشان يبدأ ان هو يربط معه ويعد اا عامل حاجات كويسة جدا جدا انا الراجل دي قلنا هوت المسؤول عنه طبعا الحاجات اشتغلت وعندك عامل نظام برطات فتح برطات اللي هو التمانين تمانين وبرتو تمانين ماشي اهوه ومسؤولين على التشفرات اللي هي الخاصة بالويب وعندك التش تي تي بي اس عامل شغل كويس في الاسكريبت ده فانا حبيت ان انا اشرح الاسكريبت تفصيلي ولو دخلت قلنا على الكيوز ماشي هتبدأ تشوف حاجات كويسة جدا جدا وطبعا كل حاجة بتعد معنا ما فيش اي مشاكل طبعا الحاجات اللي هي ممكن ما بتعدش معنا اللي هي ممكن الشبكة ما اشتغلتش او ما بدأتش تسحب الامتداد دوت او الصيغة ديت طبعا كله شغال ما فيش اي مشكلة الستريمينج بيعدي معاك وكل حاجة لو دخلت على اي حاجة مسلا هنا عندك تلاقي كل حاجة متزبطة مش اوعى تلعب فيها العب في حاجات بسيطة جدا جدا وطبعا الرجل دو تعمل تحديثات ابلود للتشفرات الويب عامل تحديث للويب اللي هي تاخد دي النساءات اللي هي الجديدة باستمرار تمام اه جربت الاسكريبت دو هتبقى لي يعني يعني شغالة هوت فيه بقى لي يمكن دخلت على العشر ساعات كويس جدا جدا مفيش في اي مشاكل وبنزل على النسخ الستة والخمسة في نفس الوقت لو دخلت مسلا في الطيب هنا ممكن انت تتعدل بعض الحاجات المهمة يعني ممكن انت تتعدل بعض الحاجات يعني الامتدادات الاولانية اللي احنا قلناها ليها امتدادات الصوت والملفات التيكست والكلام ده كله ممكن لو عاوزت مسلا تخليها مسلا تحمل بسرعة مسلا اربعة ميجا لوحدة ممكن تكتب اربعة ميجا هنا عاوزت تحملها بخمسة ميجا تكتب خمسة ميجا وتبدأ تعمل قبل اي وكيه عندك التشفيرات هيت لو مسلا الاتش تي تي بي اس والكلام ده كله ممكن تخلها اربعة وكل الكلام ده او كل تحديد السرعات ده على حسب سرعة كل واحد يعني ممكن واحد ما يكونش عنده مسلا اثنين ميجا ويجي يقول ان هفتح لهم مسلا اثنين ميجا ماشي فانت هتفتح للامتدادات دي كله او التحملات دي كلها فماش قعدش هتلاقي عندك حاجة بعد كده فالحاجات دي يا شباب قلنا فكرة فتح التصفح عن الداونلود او فكرة تحديد امتداد معين ان انت ما بتكونش مسلا الاسكريبت ده يجيب لك نت من السماء او من الهواء لا ده دوت بيفتح امتداد او بيسهل عملية تحميل الامتداد او تحديث الDNS بتاع الموقع باستمرار بس انما هو مسلا احسن فيه ناس يعني ناس بتكلمني دولك اعمل اسكريبت يا عم احمد بيفتح التصفح والداونلود ما يخليك معاه لو انت عندك تمانية ميجا واربعة ميجا وانت عندك وحش مسلا السكريبت مش اعمل اي حاجة في الدنيا يعني لو اليوتيوب بيقطع حيبدأ يقطع زي ما هو فاحنا بنقول مجموعة الخطوط او الشبكات الكبيرة بتنفع معاها الحاجات ديت مع مسلا لو الناس اللي عامل صرفارات الكاش التندر او السويت كاش صرفارات معتمدة كويسة ترخيص الناس مسلا مرخصان وبيدفعوا لها فلوس كل سنة او كل ست شهور فالحاجات ديت بتفيد معاهم مفيش معاك اي صرفارات الحاجات ديت بتشتغل معاك كويس جدا جدا واللي هو امتداد الهواء بيه ممكن تعمل واحد ميجا اتنين ميجا براحتك قسم بقى على كل ما يكون معاك خطوط انترنت وكل ما تكون دامك كتير كل ما تقدر تلعب براحتك الاستريمينج جوت عاوز مسلا الشبكة مسلا تشتغل في فيديو كلها او يوتيوب كلها تمانية ميجا مسلا انت عندك عندك اربعين ميجا تخلوه مسلا ستاشر ميجا انا بتكلم الشرح دوت لان الشرح ده جميع الدول بتشوف ومش مصر بس ممكن مسلا يبقى عندك اربعين ميجا في مصر ممكن تلاقي برا مسلا في السعودية النت فائك والدنيا اكتر من كده بكتير فكل واحد على حسب سرعته على حسب تست بتاعه للسكريبت بيبدأ يشكل تحديد السور عليه السكريبت كويس قلنا السكريبت شغال في ايه او بيشتغل ازاي او فكرة السكريبت ايه والسكريبت ما شاء الله شغال مفيش اي مشاكل في السكريبت يا شباب شغال كويس جدا جدا ويالك تجربوا السكريبت وتبدأوا تعدلوا فيه وطبعا هرفع لكم السكريبت واي عضو عنده سكريبت كويس او لقاه على اي منتدى ممكن هو يبقى السكريبت وممكن نشرحه ليه ما فيش اي مشاكل عندنا خالص وطبعا زي ما انتو شايفين يا شباب عندك العمل التستهات ليه احنا من تي داتا هو ماشي وبيبدأ ان هو رفع بعد المواقع لسرعة الفتح التستهات او فتح او تغيير يعني هو ممكن واخد فكرة تغيير الاي بي من الموقع التست لان موقع التست بيه اخود الاي بي على طول زي ما انتو شايفين اللي هو المية ستة وخمسين دوت اللي هو بتاع تي داتا ماشي فهو ممكن واخد فكرة تحديث الاي بي من برامج من مواقع التست او واخد برضك فكرة سرعة التحديث التستهات او مواقع التست من فكرة الاضافة ان هو يضيف الموقع فيه عنده ممكن تقولنا زي ما قلنا يا شباب ممكن نضيف بعض المواقع اللي هي المهمة الفيسبوك او اليوتيوب اصلا خلاص لان هو فتح الفيديو فيها ما فيش اي مشاكل اشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته